مرحبا وكيف الحال يعد الحديد من أهم العناصر الغذائية اللازم توفرها في جسم الإنسان بكميات مناسبة لوظائفه الحيوية ولازم الواحد يأخذ هذا المعدن من خلال أكله أكيد لأنه ما في مصدر غير الطعام لأنك تأخذ الحديد اللي أنت بحاجته يوميا الحديد ضروري لقيامك بوظائفك الحيوية وتظلك أنت بصحتك وعافيتك ونفسك لما بتطلع الدرجة صار فيه نقص فهو نتيجة نقص الحديد ونقص وصول الأكسجين للخلايا اللي هي بتعمل عملية الحرق ونقصان وجود الحديد عندك رح يتبت وزنك ويمنع نقصان وزنك وزيده كمان الحديد معرضين أن فقدانه لسيدات بشكل أكبر عشان هيك اليوم بدنا نحكي عن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بنقص الحديد والأسباب الرئيسية اللي ممكن تكون تساهم في نقص الحديد عندك أو عندك أكيد أكيد معكم وقدمكم أحمد سمارة وانت في قناة سمارة سكيتو لايف القناة المهوسة كل ما يتعلق بالكيتو والتغذية وخلينا نحكي بالتفاصيل أكيد لا تنسوا فنجان قهوة وتعملوا لايك وسبسكرايب فأما أكثر الناس عرضة للإصابة بنقص الحديد هو أكيد السيدات فالسيدات في سن الخصوبة معرضين شهريا للدبر الشهرية اللي من خلالها بفقدوا كميات منيحة من الدم اللي فيها الهيموغلوبين الموجود داخل الحديد فنتيجة ذلك أنه هدول السيدات هم معرضين دائما لنقص الحديد خصوصا أنه بشكل عام السيدات ما بيحبوا يأكلوا اللحوم الحمراء المصدر الغني والأعلى في الحديد الموجود واللي ممكن يحصلوا منه الحديد الناس التانين المعرضين لنقص الحديد هم السيدات الحوامل فالسيد الحامل عادة بيصير عندها تغييرات كبيرة في جسمها فأول إشي هي مسؤولة عن زيادة كمية حجم الجنين اللي العماله بتخلق داخلها اللي هو رح ياخد كل مغضياته من خلالها فمن أهم الأشياء اللي رح ياخدها الجنين هو الفوليك أسد بالإضافة للحديد الشغلة الإضافية أنه الدم الموجود في الدم الحامل بده يزيد حجمه فعادة بيزيد البلازمة الدم من 40 إلى 50% بينما بيزيد كوريات الدم الحمراء من 20 إلى 30% وهذا بيعطي ضغط إضافة على جسمها بالمزيد من الحديد والفوليك أسد النوع الثالث من الأشخاص المعرضين لنقص الحديد هم المراهقين من الذكور اللي عملهم بيكبروا بالضخم وبطريقة عالية بيزداد عندهم حجم العضلات بطريقة مواضحة في هذه الفترة العمرية الحرجة والعضلات فيها الميوغلوبين اللي هو زي الهيموغلوبين في الدم وهو مسؤول عن خس تخزين الأكسوجين داخل الخلايا العضلية فلذلك إذا الشب عماله في هذا العمر الحساس ما عم بياخد كميات كبيرة من اللحوم أو الأعضاء زي الكبد أو الطحل فبيصير عنده نقص بالحديد ما بيكفيه لبناء العضلات بطريقة سليمة وصحيحة الأشخاص الآخرين المعرضين برضو لنقص الحديد هم الأطفال الرضع اللي بتطلوا فترة طويلة على الحليب وما بتدخلهم اللحوم بعد ظهور الأنياب عندهم فبالتالي ما عم بياخدوا مصادر غنية باللحديد وبالتالي ممكن هم يكونوا معرضين لنقص الحديد أما فئات المجتمع النباتيين فهم برضو معرضين نقص حاد في الحديد بكل بساطة لأنه كميات الحديد الموجودة في الأكل النباتي أقل وكفاءته كتير قليلة وامتصاصه سيء جدا وبنفذ بسبب وجود الأكسليدات فرضا في السبانخ أو زود الفايتيت فيه منتجات اللي هي النباتات الهولي جرينز والسويا والنطس اللي هي بشكل عام مصادرهم للبروتين زي النطس لكنها تمنع امتصاص الحديد الأشخاص كمان اللي بعملوا عمليات تكميم المعدة أو تحويل المسار هم أشخاص اللي عبثوا في جهاز الهضمي المسؤول بشكل أساسي في عملية هضم وامتصاص الحديد فالمعدة أحماض المعدة هي المسؤولة عن تفكيك البروتين واستخلاص الحديد منه والإثني عشر مسؤوليته امتصاص الحديد ففقدانك لمعظم مظائف المعدة بعمليات تكميم وفقدانك للمعدة كاملة في حالة تحويل المسار بالإضافة للإثني عشر هيؤدي إلى منع امتصاص الحديد بالكل تقريبا وحيصفي أنت مرهن رهين بيأخذ المكملات وفي حالات تحويل المسار ما بكفيك المكملات لازم تأخذها إبر لأنه عملية الامتصاص شبه معدومة للحديد بالإضافة إلى الأشخاص اللي بعانوا من السمنة فعادة الأشخاص اللي بعانوا من السمنة بكون عندهم نقص في الحديد عادة مش بأسباب معروفة لكن هدول الأشخاص هم عادة عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي وقد يكون سوء الامتصاص هو أهم أسباب لنقص الحديد عندهم أما الأسباب الرئيسية لنقص الحديد فبتبلش كالآتي أول سبب وأوضح سبب اللي هو نقص استهلاكك للحديد فعادة الرجال بحاجة الاستهلاك 8 ميلي جرام من الحديد خلال أكله المعتاد ممكن يحصلوا من اللحوم الحمراء أو من اللحوم الأعضاء وهي أكثر مصادر غنية بالحديد أما السيدات بحاجة 18 ميلي جرام من الحديد يوميا وعادة السيدات اللي بحاجة مرتين ونصف حاجة الرجال من الحديد هم الأقل الاستهلاكا للحوم الحمراء ولحوم الأعضاء النوع الثاني والسبب الثاني هو سوء الامتصاص بسبب تناول الأكل اللي بيقلل الامتصاص أهم الأكل اللي بيقلل الامتصاص هو الأكل شرب الكافيين زي القهوة شرب الشاي بالإضافة لتناول الحبوب زي الخبز تناول الصوية تناول المكسرات بسبب وجود الفايتك أسد أو الفايتيت نبدأ بالخبز فالخبز عادة يحتوي 120 جرام من الخبز على 2 ميلي جرام من الفايتيت اللي هو قادر على أنه يقلل الامتصاص الحديد اللي أنت بتاكله في أكلك لا 18% إذا اعتبرنا الأكل هو لحوم بينما إذا حطينا مع هذا الخبز قوب من القهوة فأنت بتخفض الامتصاص لتقريبا 39% باستخدامك الخبز مع القهوة إذا رحت وإنت حولت القهوة إلى شاي فبيقل الامتصاص ليوصل 64% بينما إذا استبدلت القهوة بالشاي بقهوة سريعة التحضير مع الخبز فأنت بتقلل الامتصاص لـ 60% لـ 90% وبالتالي استهلاكك لهدول مع اللحوم حيؤدي أنه عدم استفادتك من الحديد الموجود فيهم الشغلة الثالثة اللي ممكن تقلل الامتصاص اللي هي وجود أمراض السيليك اللي أساسا ممكن يكون سببها الأساسي هو الكلوتن موجود في الحبوب بشكل عام بالإضافة كمان السيلي بتقلل الامتصاص زي ما ذكرنا عمليات قصص المعدة والتكميم وتحويل المسار إضافة إلى استخدام أدوية مضادات الحموضة فأدوية مضادات الحموضة بشكل عام بتقلل حموضة المعدة وهو الحموض المعدة أساسي لعملية انتصاص الحديد فإذا أنت بتاخد دواء حموضة فأنت غالبا عندك نقص حديد وفقر دم بكل بساطة لك ما بتتصل هذا الحديد ما ننسى كمان عملية الحمل والولادة فعملية الحمل والولادة بتفقد السيدة تقريبا تلت بخزونها من الحديد أثناء هذه العمليتين وأخيرا وجود نزيف في الجسم إن كان في الجهاز الهضمي في قرحة المعدة أو قرحة الأمعاء أو التقرحات في الفم أضف إلى ذلك الدورة الشهرية أو الإصابات اللي بصير فيها نزيف خارجي أو داخلي كلها رح تعمل على النقص الحديد فبالنهاية إذا شفت المعلومات اللي بالفيديو مفيدة أكيد لا تبخل على غيرك بالشير فنشر المعلومة أكيد خير وإذا كاتل ألم نشره ولا تبخل على حالك بأنك تنضم للقناة وتكبس عشرة الجرس حتى تيجيك أول بأول إشعارات كل ما يخطر عبالي فكرة مفيدة لك وأكيد لا تبخل علي أحمد سمارة بأنك تعملي لايك فأنا بتشجيعك باستمر وتقدروا تنضموا لعالمنا الرائع بالفيسبوك عالم سمارة سكيتو أنت فاستينج بلنت وتقدروا تتابعوني على الإنستغرام والسناب شات وأشوفكم إن شاء الله في الحلقات الجاي وبأمان الله ومع السلامة باي وكل عام وإنتوا بخير باي